من بيروت ينضم لنا الكاتب والصحفي السياسي مروان قدوم سيد مروان أهلا بك معنا على شاشة الحدث سأبدأ مع حضرتك من اجتماع القوات اللبنانية المرتقة بعقده اليوم ماذا يعول على مخرجاته وتطبيقها فعليا على الأرض؟ صباح الخير عزيزتي هذا الاجتماع الذي دعت إليه القوات اللبنانية في معراب تحت عنوان المؤتمر الوطني هو بكل صراحة عملية جوجلة لكل المواقف التي تحدثت عنها المعارضة ومنها القوات اللبنانية والكتاب اللبنانية وكتلة تجدد وعدد من المستقلين وعدد من التغييريين كل المواقف الأساسية التي تتحدث عن الملفات الداخلية هي ستكون في ورقة واحدة سوف تصدر كمقررات عن هذا اللقاء في معراب بداية بالـ 17-01 وضرورة تطبيقه ومن ضمنه الـ 15-59 وكأيضا ملف انتخاب رئيس الجمهورية هذه الملفات السلاسة إن كانت 17-01 أو الـ 15-50 أو انتخاب رئيس الجمهورية ووقف الحرب وكل هذه المواضيع ليست جديدة على المعارضة هي منذ بداية معركة الإسناد أو الحرب على لبنان أو قبل هذا الحدث كانت كل هذه المكونات السياسية من كتلة نيابية إن كانت حزبية وإن كانت مستقلة تطالب جليا بهذا الموضوع عبر كل الشاشات وكل المؤتمرات وحتى داخل مجلس النواب وفي كل مناسبة أما اليوم تجتمع بعض من هذه القوى السياسية ولم يتحقق من مطالبها شيء لم تتمكن من تحقيق مطالبها هل ستتمكن هذه المرة ومع هذا التغير الميداني والسياسي الحاصل في لبنان من تحقيق مطالبها طبعا سؤال في مكانه كانت المطالبة مطالبة داخلية في لبنان كان المجتمع الدولي غافل كليا عن موضوع تطبيق السبعة عشر سفر واحد بالتحديد كانت قوات اليونيفل تسيب الوضع في جنوب على حاله من الاختراقات الإسرائيلية ومن البنية التحتية لحزب الله كان الجيش اللبناني بانتشار خجول في الجنوب اللبناني أما اليوم تغيرت المعادلة هناك أطراف جديدة دخلت على موضوع المطالبة بهذه الأمور اليوم المجتمع الدولي بأسره إن كان الأوروبي أو الأمريكي بالإضافة إلى مجلس الأمن الكل يشدد على ضرورة تطبيق القرار سبعة عشر واحد بكل مندرجاته كمدخل لوقف إطلاق النار وكمدخل للحل في لبنان أيضا ملاكرة الطرف الإسرائيلي الطرف المعادي في لبنان سيد مروان طبعا بالتحديد كان حزب الله في السابق واليوم لا يزال يعيق تطبيق القرار السبعة عشر واحد يعني نحن رأينا بالأمس السيد محمد عفيف مسؤول العلاقات العامة والإعلام في حزب الله يتحدث بأن المعركة مع العدول في بداياتها لا تزال في بداياتها ومن المبكر التحدث عن الاستثمار في الوضع السياسي في لبنان وقال نحن مشكور كل الحكومة وكل الكوة السياسية في لبنان مشكورة على ما تقوم به من مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار ولكن يجب أن تكون بحسب أجندة حزب الله بينما الحكومة اللبنانية تتحدث عن تطبيق القرار 1701 وقال الرئيس نجيب ميقاطي بأن حزب الله موافق على هذا الموضوع ووزراء حزب الله هم ضمن الحكومة وموافقين هناك تخبط في موقف حزب الله ظهر جليا بالأمس السيد محمد عفيف تحدث بمنطق معين نواب الحزب تحدثوا من الضحية الجنوبية بمنطق معين والوزراء داخل حكومة الرئيس ميقاطي وافقوا على تطبيق 1701 وهناك إرباة بهذا الموقف السياسي داخل الحزب لتحديدا مسؤول العلاقات العامة لحزب الله أنه يرحب بأي جهود سياسية سواء كانت داخلية أم خارجية لكنه بذات الوقت يشترط أن يكون ضمن المفهوم العام المطابق لمفهوم وسياسة حزب الله فيما يخص المعركة أليست هذه التصريحات تشير إلى أنه لا جدوى من تقديم حل أو أن هناك دوران في حلقة مفرغة من قبل حزب الله بالطبع يعني يسعى حزب الله اليوم إلى تسويف والمماطرة في موضوع تطبيق 1701 يريد تطبيق 1701 على قياسه يعني وقف إطلاق النار إخفاء السلاح تحت الأرض في منطقة جنوب الليطاني يعني نشر عديد قليل من الجيش اللبناني في الجنوب إعادة تموضع لقوات الطوارئ الدولية بالشكل التي كانت عليه قبل بداية الحرب يعني بطريقة تسويف وهذا لن ينطلي أعتقد بعد اليوم على القوى الداخلية السياسية في لبنان لن ينطلي على المجتمع الدولي ولن ينطلي على الأطراف التي تدخل بعملية التفاوض لوجود حل في لبنان نهائيا سيد مروان أخذنا الحديث للتعليق على تصريحات مسؤول العلاقات العامة لحزب الله لكن أعود بحضرتك للمؤتمر الذي سيعقد اليوم للقوات اللبنانية لماذا برأيك لم يتم دعوة جميع الأطياف المعارضة وماذا كان سيختلف إن تمت دعوتهم جميعا أعتقد بأن هناك دعت القوات اللبنانية من هي الأقرب إلى هذه الملفات السياسية ومن هو موافق تماما مع منطق القوات اللبنانية ومع منطق المعارضة في موضوع 17-01 والـ 15-50 وأيضا مع انتخاب رئي الجمهورية ولكن أود عزيزتي أن أشير إلى أن النائب وليد جنبلاط الذي صرح منذ أيام كان مضمون تصريحه يشابه المقررات التي تصدر اليوم عن معراب وعن هذا اللقاء في معراب النائب وليد جنبلاط تحدث عن تطبيق 17-01 وتطور فيه وتحدث عن الـ 15-59 بالإضافة إلى أن معظم القوى السياسية في لبنان إن كانت الاعتدال الوطني وأن كان عدد كبير من النواب المستقلين إن كانوا في معراب أو أم لم يكنوا هناك اليوم شبه إجماع باستثناء السناء الشيعي شبه إجماع على تطبيق 17-01 بجميع من درجاته ومن ضمنه القرار 15-59 ونحن رأينا اليوم حديث بلينكين وحديث آمسوك 20 عن أن 17-01 لا يكفي في لبنان لعملية تهدنة طويلة الأمد أو لتسوية يجب تطبيق 15-59 نقطة أخرى سيد مروان هل تجديد التشكيل السياسية ذاتها الحاكمة في لبنان منذ سنوات ممكن خلال الفترة المقبلة ورفع الوصاية الإيرانية عن لبنان طبعا هناك تغييرات ستتم على الساحة السياسية في لبنان بعد رفع الوصاية نحن كنا نعلم بأن كل انتخابات نيابية في لبنان كان حزب الله يقوم برفض عدد كبير من حلفائه إن كان في التيار الوطني الحر أو إن كان في الشارع السني أو في الشارع المسيحي أو في الشارع الدرزي بعدد كبير من الأصوات في المناطق المتداخلة والمناطق المتنوعة طائفيا من أجل إيصالهم إلى الندوة البرلمانية وهؤلاء بالمقابل يقومون بتنفيذ أجندة حزب الله داخل المجلس النيابي وداخل الحكومة وداخل الإدارات وداخل الوزارات أعتقد بأنه بعد رفع الوصاية الإيرانية عن لبنان بشكل كامل عندما ندخل على عملية ديمقراطية جديدة في لبنان في المستقبل القريب بعد انتخاب رئيس جمهورية وانتخابات البلديات ومن ثم انتخابات المجلس النيابي أعتقد بأن أمور كثيرة سوف تتغير أقل له في نفس كبير من اللبنانيين يريدون التغيير ويريدون أن يكونوا داخل الحياة السياسية لبنانية صرف دون تأثيرات خارجية أبدا وخاصة هذه التأثيرات الإيرانية التي كانت تعكر صفو العلاقات اللبنانية العربية العلاقات اللبنانية الخليجية العلاقات اللبنانية الأوروبية والعلاقات اللبنانية الأمريكية سيد مروان كيف يمكن رفع الوصاية الإيرانية عن لبنان للتحضير لمرحلة الانتخابات في بداية الأمر يجب على حزب الله عزيزتي أن يقتنع بأن مرحلة الوصاية الإيرانية والهيمنة الإيرانية العسكرية والسياسية على لبنان بدأت تنتهي بعد هذه الحرب وبعد الصحوة عند جميع المكونات اللبنانية السياسية بأن حجم الهيمنة الإيرانية على لبنان كان كبير جدا ونحن رأينا في الأيام الماضية كيف حضر عباس عرقجي إلى لبنان وكيف تغاطى مع المؤسسات السياسية ومع الشخصيات ومع رجالات الدولة في لبنان بطريقة لا تليق أبدا بالديبلوماسية اللبنانية ولا بالديبلوماسية العالمية المتعارفة عليها فأتى إلى لبنان قواصي وتحدث معك نعم لكن أشرت حضرتك إلى أن على حزب الله يقتنع برفع الوصاية الإيرانية ماذا إن لم يقتنع؟ هل معنى ذلك أن الوجوه السياسية الحالية ستبقى ذاتها في لبنان بشكل مختصر سيد مروان إذا سمحت أعتقد بأن السلاح عند حزب الله موضوع السلاح وفاء القوة كان السبب الأساسي لعدم اقتناع حزب الله بعودته إلى لبنانيته أما اليوم تغير المشهد كليا هناك أجنحة بدأت في حزب الله من يريد العودة إلى لبنان وإلى لبنانيته ومن لا يزال يؤمن بأن الارتباط بإيران هو يشكل عنصر القوة الأساسي لحزب الله أعتقد بأن المرحلة ستكون مغيرة حزب الله سيفضل أن يحدد من خسارته ويعود إلى لبنانيته بأقل الخسائر ويعيش بالحياة السياسية اللبنانية مثله ومثل كل المكونات التي تشكل نسيج هذا البلد بالحياة الديمقراطية التي نعيشها شكرا جزيلا من بيروت الصحفي والكاتب السياسي مروان قدوم شكرا لك ترجمة نانسي قنقر